كذلك لا نستطيع أن ننسى مفكرنا الكبير إدوارد سعيد نيويورك نوفمبر الشارع الخامس الشمس صحن من المعدن المتطاير قلت لنفس الغريبة في الظل هل هذه بابل أم سدوم هناك على باب هاوية كهربائية بعلو السماء التقيت بإدوارد قبل ثلاثين عاما وكان الزمان أقل جنونا من الآن قال كلانا إذا كان ماضيك تجربة فاجعل الغد معنا ورؤيا لنذهب لنذهب إلى غدنا واثقين بصدق الخيال ومعجزة العشب لا أتذكر أننا ذهبنا إلى السينما في المساء ولكن سمعت هنودا قدامي ينادونني لا تثق بالحصان ولا بالحداثة لا لا ضحية تسأل جلادها هل أنا أنت لو كان سيفي أكبر من وردتي هل ستسأل إن كنت أفعل مثلك سؤال كهذا يثير فضول الروائي في مكتب من زجاج يطل على زنبق في الحديقة حيث تكون يد الفرضية بيضاء مثل ضمير الروائي حين يصف الحساب مع النزعة البشرية لا غد في الأمس فلنتقدم إذن قد يكون تقدم جسر الرجوع إلى البربرية نيويورك إدوارد يصحو على كسل الفجر يعزف لحنا لموتسرت يركض في ملعب التنس الجامعي يفكر في رحلة الفكر عبر الحدود يقرأ نيويورك تايمز يكتب تعليقه المتوتر يلعن مستشرقا يرشد الجنرال إلى نقطة الضعف في قلب شرقية يستحم ويختار بدلته بأناقة ديك ويشرب قهوته بالحليب ويصرق بالفجر لا تتلك على الريح يمشي وفي الريح يعرف من هو لا سقف للريح لا بيت للريح والريح بوصلة لشمال الغريب يقول أنا من هناك أنا من هنا ولست هناك ولست هنا ليسماني يلتقياني ويفترقاني وللغتاني نسيت بأيهما كنت أحلم وللغة إنجليزية للكتابة طيعة المفردات وللغة من حوار السماء مع القدس في الضية النبري لكنها لا تطيع مخيلتي والهوية قلت فقال دفاع عن الذات إن الهوية بنت الولادة لكنها في النهاية إبداع صاحبها لا وراثة ماطن أنا المتعدد في داخلي خارجي المتجدد لكنني أنتمي لسؤال الضحية لو لم أكن من هناك لدربت قلبي على أن يربي هناك غزال الكناية فاحمل بلادك أنا ذهبت وكن نرجسيا إذا لزم الأمر منفا هو العالم الخارجي ومنفا هو العالم الباطني فمن أنت بينهما لا أعرف نفسي لألا أضيعها وأنا ما أنا وأنا آخر في ثنائية تتناغم بين الكلام وبين الإشارة ولو كنت أكتب شعرا لقلت أنا اثنان في واحد كجناحي سنونوة إن تأخر فصد الربيع اكتفيت بنقل البشارة يحب بلادا ويرحل عنها يحب الرحيل إلى أي شيء ففي الصفر الحر بين الثقافات قد يجد الباحثون عن الجوهر البشري مقاعد كافية للجميع هنا هامش يتقدم أو مركز يتراجع لا الشرق شرق تماما ولا الغرب غرب تماما فإن الهوية مفتوحة للتعدد كان المجاز ينام على ضفة النهر لو لا التلوث لحتضن الضفة الثانية هل كتبت الرواية حاولت حاولت أن أستعيد بها صورتي في مرايا النساء البعيدات لكنهن توغلن في ليلهن الحصين وقلن لنا عالم مستقل عن النص لن يكتب الرجل المرأة اللغز والحلم لن تكتب المرأة الرجل الرمز والنجم لا حب يشبه حبا ولا ليلة يشبه ليلا فدعنا نعدد صفات الرجال ونضحك عليهم وماذا فعلت ضحكت على عبثي ورميت الرواية في سلة المهملات المفكر يكبح سرد الروائي والفيلسوف يشرح ورد المغني يحب بلادا ويرحل عنها أنا ما أكون وما سأكون سأصنع نفسي بنفسي وأختار منفاي منفاي خلفية المشهد الملحمي أدافع عن حاجة الشعراء إلى الغد والذكريات معا وأدافع عن شجر ترتديه الطيور بلادا ومنفى وعن قمر لم يزل صالحا لقصيدة حب أدافع عن فكرة كسرتها الهشاشة وأدافع عن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر